السلام عليكم في اللابي بيوان 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 حضرات السابقة كنا خلصنا عن الأول ماكرو موليكيول اللي هي الكربوهايدرات حكينا كل شي عنها هلأ بدنا نحكي عن تاني ماكرو موليكيول اللي هم الليبت قبل ما نبلش بالليبت بدي أذكركم انه كنا حكينا سابقا ثلاثة من الماكرو موليكيول يعتبروا مبلمرات اللي هم الكربوهايدرات البروتينات والنيوكليك أسد الليبت لا نستطيع ان نطلق عليها مسمى بوليمر او مبلمرات ليه؟ لانه الوحدات البنائية للليبت مختلفة عن بعض مش متشابهين فعشان هيك ما منقدر نحكي عنها مبلمرات وهلأ رح نشوف كمان شوي مع الشرح شو هي الوحدات البنائية اللي بتعملي الليبت بحكينا الليبت هي عبارة عن مجموعة متنوعة من الهايدروفوبيك موليكيول وكلها على الأغلب بتكون كارهة للماء ما بتتفعل مع الماء بحكينا الليبت ما بتعملي مبلمرات بحكينا الخاصية الموحدة أو كل الليبت بتشاركوا فيها إنها ما عندها جاذبية للماء ما بتتفعل وتتجاذب مع الماء الليبت وإن واجدات بتكون ضئيلة جدا الليبت بحكينا طب ليش الليبت بتكره الماء أو ما بتتفعل مع الماء أو بمصطلح آخر هيدروفوبيك ليش؟ because they consist mostly of hydrocarbon مكونة على الأغلب من كربون ومعها هيدروجيناتها فالرابطة بين الكربون والهايدروجين رابطة تشاركية لا هي أيونية ولا هي بولربونت فأي أحسن للهايدروجينات يتشاركوا مع الكربونة تشارك مية بالمية يعني النص النص الإلكترون بين الهايدروجينة وبين الكربونة ولا تروح تتفعل مع الماء والأكسجين يخد الإلكترونات تبعونها رجع بعيد إذا خربطت هلأ المواد المكونة للليبت عبارة عن كربون حولاتها هيدروجين التشارك بالإلكترونات بين الكربون والهايدروجين الإلكترونات بتكون بالنص يعني 50% للهايدروجينة من الإلكترونات وخمسين بالمية للكربونة من الإلكترونات هلأ إذا راحت هاي الهايدروجينات إذا راحت تعمل رابطة مع الماء راح الأكسجين يرتبط معها ورح ياخد هو الإلكترونات راح تصير هي partially positive وهو partially negative هذا الأكسجين فلأ يا عمي منظرنا مع الكربونات ولا منقرب على الماء وهذا اللي بيصير بالليبت بحكينا which form non-bullar covalent want هاي الرابطة اللي بتكون جواتهم لا هي بولر ولا هي آيونيك the most biologically important الليبت هلا كتير الليبتز فيه أنواع الليبتز في الحياة بس إحنا راح ناخد عن ثلاث أنواع فقط الفات الفوسفوليبت and steroid الفات سموها الدهون الفوسفوليبت اللي حكينا عنه محاضرة الووتر إذا بتتذكر عن الفوسفوليبت اللي منسميه amphibothic والاستيرويد البلستيرويدات هي عبارة عن مركبات تبنى منها الكثير من الهرمونات في أجسام الكائنات الحياة نبدأ بالفات شو هو الفات إيش الـ structure تبعه وإيش الـ function تبعتها نفس الإشي الـ steroid شو الـ function شو الـ structure كل واحدة بننمر عليها بننعرف structure بننعرف function بحكينا الفات are constructed from two types smaller molecules مكونة من نوعين بحيفين؟ two smaller molecules نوعين يعني مش نفس النوع بتكرر عشان هيك ما سميناها polymer تتكون من؟ glycerol و fatty acid glycerol مركب اسمه glycerol و مركب اسمه fatty acid طيب شوه الـ glycerol و شوه الـ fatty acid أول مرة بنسمع عنهم طيب الـ glycerol عبارة عن كحول مكون من ثلاث كربونات three carbon cohol الكحول معها hydroxyl group attached to each carbon تفرجوا هون هاي fat هاي عبارة عن glycerol و هاي fatty acid طبعا انا ما رحكي لكم محفظوا structure تبع الـ fatty acid بس تكونوا عارفين بشكل عام اش لانه اصلا هدول يعني فيه الاف الانواع من الـ fatty acid اختلفت كربونات زادت كربونات بطلع fatty acid جديد بس بدي تكونوا عارفين على الاقل شو هو يعني الـ fatty acid تعريبه او الـ glycerol كذلك الامر الـ glycerol عبارة عن كحول من ثلاث كربونات حكينا واحدة 2-3 هيها ثلاث كربونات مع كل كربونات فيها hydroxyl group OH 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 هيك بتأكد انه هذا مش اشي تاني مش مركب تاني اليوغليسرول اما الـ fatty acid بحكينا consist of carboxyl group التارت to long carbon skeletal كربوكسل group هايها كاملة هاي الكربوكسل group معاها long carbon skeletal هاي هي سلسلة طويلة من الكربونات معا حوالها الهايدروجينات هاي كربونات بس على الاقل في كربوكسل group طيب هاي الجليسرولة و هاي الفاتي اسد بدهم يرتبطوا مع بعض عشان يعملوا لي مركب اكبر ماكرو موليكيور نوع التفاعل زي ما انتو شايفين لما ارتبطت الجليسرولة مع الفاتي اسد هم OH بتطلع من هون واله تطلع من الجليسرول بيكون لي ماء شو هات التفاعل اللي ربطت لي ما بنقدر نحكي عنهم منمر لانه هاي مش بولي مربس الوحدات البنائية لللبط ها التفاعل اذا رح يتكون هون عندي رابطة اسمها easter linkage easter linkage بالكربوهايدريت اسم الرابطة glycosidic bond او glycosidic linkage باللبد الرابطة اسمها easter linkage تمام؟ هون اذا كان بحكينا هاي حالة خاصة من الفات من انواع الفات بحكينا اذا كانت الجليسرولة مرتبطة مش بواحد فاتي اسد بثلاثة فاتي اسد منسميها triacylglycerol triacylglycerol او الاسم الشائع الها الاكثر خصوصا بالفحوصات الطبية تسميها tri glyceride بالعربي بالعربي بسموها الدهون الثلاثية لما الواحد بيكون عنده ارتفاع فيها بيكون عنده مشكلة لازم يقلل من هاي نسبة الجهون في الدم طيب نرجع على هاي النوع من الفات اسمها triacylglycerol او triacylglyceride اسم الاخر بيحكينا انه هون فاتي اسد ارتبطت مع الكربون الاولى بالجليسرول القحولي هذا طلعت هون من هاي او اج ومن هاي اجت الاج وعملوا رابطه نسميها easter linkage وكذلك الحال بالفاتي اسد الثاني والحال الثالث نفس الاشي بالفاتي اسد الثالث فلو حكيت لكم triacylglyceride او triacylglycerol تعتبر من ستيرويدات او تعتبر من ال ايش هتقولنا اياها فوسفوليبد صح او غلط تكونوا عارفين انه triacylglyceride هي مثال على الفات اوكي بيحكينا هون فات separate from water الماء يبت الدهون تبتعد عن الماء ما بتتفاعل مع الماء because water molecule form hydrogen bond with each other and exclude fat بيحكينا لانه الماء بتفصل ترتبط بالهيدروجينات اللي بتقبل التشارك معها ولكن الفات الهيدروجينة ثابتة مع الكربان فبتستثنيها الماء ما بتتفاعل معها بيحكينا انفات في نوع من الفات بيكون في عندي three fatty acids joint to glycerol مثل ما شفنا هون ثلاثة fatty acids هدول الأصفر مربوطة مع glycerol الرمادي في الحالة هاي طبعا الرابطة بين كل واحدة اسمها easter linkage هون easter linkage هون easter linkage هون easter creating creating triacyl glycerol هاد المركب نصير نسميه try لانه ثلاثة كلمة try ثلاثة ثلاثة ايش ثلاثة fatty acid triacyl ثلاثة الآن الفات ثلاثة 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 بابهو انه كلهم فيهم غليسرول وكلهم فيهم فاتي أسد يعني مش معقول دهن ويكون فيه اشي غير الغليسرول لا كل الدهون لازم يكون فيها غليسرول ولازم يكون فيها فاتي أسد طب اذا كلهم فيهم غليسرول كلهم فاتي أسد شو الفرق بين فات وفات نرجع لسؤالنا اللي بيخلي هناك فرق بين دهن ودهن عدد الكربونات اللي فعتين بالفاتي أسد اذا كان عدد الكربونات خمسة بيفرق كتير اذا كانت ستة تعظيني فات جديد اذا كانت الف دهن واذا كانت الف واحد دهن ثاني ملهوش دخل بتكون لي دهن يعني عدد الكربونات is critical مهم جدا في تكوين الفاتي اذا كان فيه رابطة double bond between الكربونات الرابطة المزدوجة بسموها اذا كان فيه رابطة مزدوجة هذا بتعطيني كمان دون اخر بخصائص مختلفة نرجع نقرأ بحكينا فاتي أسد vary in length هدول الفاتي أسد اللي بيكونوا الفات تختلف بالطول لما بحكي طول يعني أنا مقصود في number of carbon and الإشي الثاني واحد number of carbon اه أو length اثنين number of double bond وجود ومكان الدبل بوند والثالثة location of the double bond قلتيش عدم؟ الدبل بوند ومكان الدبل بوند هل أعجيكم اااااااااااااااه اه الفي هون مساغم طيب هلا، لو انت رسمت احكموا معي ارسموا معي سلسلة من الكربون كربونة 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 وحاولاهم هيدروجينات كل كربونة لازم يكون عليها أربع روابط ورسمت تحتها مركب تاني فيه خمس كربونات كلهم هاي الخمسة اعملهم كلهم الأولى خمس كربونات الثانية خمس كربونات الثالثة خمس كربونات والرابع خمس ست كربونات على الأولى بتعمل خمس كربونات تخيلوا معي وما عليها ولا double bond تمام؟ الثانية خمس كربونات وفي double bond على الأولى بين الأولى والثانية اختلفت ولا ما بتختلف؟ رح يكون يعني دهن بخصائصه وفنكشن تبعاته مختلفة الثالثة خمس كربونات في كربونة في double bond أو رابطة مستواجبين الكربونة الأولى والثانية وبين مثلا الثالثة والرابعة هذا مختلف الخامسة في double bond واحدة بين بالرابعة والخامسة هذا مختلف تخيلوا قديش ممكن نطلع فاتي أسدس في العالم أو في الحياة فالأخير اللي حكينا 6 كربونات هيتفرق عنهم كلهم لا هي خمسة زيهم ولا فيها double bond هلا أو حتى لو حطيتوا بيها double bond راح تكون تفرق لأنه عدد الكربونات بفرق ففاتي فبرجع بعيد الفرق بين فاتي أسد وفاتي أسد آخر إنه عدد الكربونات المكون إلو اثنين وجود الرابطة المزدوجة إن كانت موجودة أو لا وعددها والموقع تبعها بفرق من فاتي أسد لفاتي أسد آخر بما إنه الفاتي أسد اختلف إذن الفات اللي مكون منه رح يختلف هلا نرجع على موضوع double bond تفرجوا هون هذا هاي زبدة فات على درجة حرارة الغرفة بتكون صلبة والزيت النباتي كزيت الزيتون بيكون على درجة حرارة الغرفة سائل لما إيجوا حلالوه مما يتكون كنا إنه مكون من غليسارولة وثلاثة فاتي أسد الثلاثة فاتي أسد هدول ما فيهم double bond شايفين يعني ما في خطين هون كربوني 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 بس بعملوها هيك زيجزاق عشان إنه ما يرسموا الكربونات والهيدروجينات فهذا دي مختصر للفاتي أسد الرابطة between them easter linkage ولا واحدة فيها لها double bond إذا عشان هيك بتكون saturated منسميها بتكون مشبعة بالهيدروجين يعني ما في مجال أبدا تاخد هيدروجينة واحدة بترتبط فيها هذا منسميه مشبع دهون مشبعة بالهيدروجين وبتكون صلبة على درجة حرارة الغرفة نيجي لزيت الزيتون ومن أجود أنواع الزيوت طبعا عشان كأب الدهون بشكل عام لأنه يحتوي على double bond هيها شايفين double bond double bond عاملة زي زي زنبرك بتعطي ليونة وبتعطي flexibility للمادة المكونة لها ما بتكون ثابتة وصاقة هيك رجد صلبة فالدهون اللي بتكون فيها double bond نسميها unsaturated fat دهون غير مشبعة ليش دهون غير مشبعة؟ لأنه ممكن أحط هيدروجينة هون بتتحمل مني هيدروجينة بتكسر الرابطة المزدوجة وطبعا حكينا الرابطة المزدوجة هي اللي بتعمل البندنج الانثناءات وتكون flexible فالدهون اللي بيكون unsaturated بيكون liquid أو سائل على درجة حرارة الغرفة هذا المكتوب هون بيحكينا unsaturated fatty acids have the maximum number of hydrogen عنده العدد الأقصى من الهيدروجين بمعنى آخر no double bond is found ما في double bond حطو تحتها خط unsaturated fatty acids have one or more double bond عندها double bond أو أكثر إذا كانت الفاتي أسد saturated فالفات الناتج عنها بالتالي رح يكون saturated وإذا كانت الفاتي أسد unsaturated فالفات الناتج منها بيكون saturated وهذا المكتوب هون بيحكينا fat made from saturated fatty acids منسميه saturated fat and بيكون solid a strong temperature زي الزبدة والدهون الحيوانية most animal fat تعتبر saturated تمام fat made from unsaturated fatty acid بيحكينا الدهون المسموعة من unsaturated fatty acid من دهون غير مشبعة منسميها أو من فاتي أسد غير مشبعة منسميها unsaturated fat or oil نسميها زيوس أيضا بتكون liquid at room temperature عشان هيك نسميها أهل بيحكينا مثال على unsaturated fat plant fat الدهون النباتية والفش fat دهون السمك هلا بيحكونا عكا نظام غذائي أي أحسن saturated fat ولا unsaturated هلا أهم إشي إنه تكون عارف إنه الفات اللي بتتناوله الفات طبيعي غير مصنع وغير مهدرج هاي أهم إشي saturated unsaturated درجة على الكمية بس بالأول لما بنا نتناول غذاء نعم نكون عارفين إنه دهون هاي زدزتون معصور مش مغشوش مش محطوط معازيوت مصنعة في مصانع معصور فقط مش مصنوع في مصانع لأنه ما يكون مصنوع في مصانع بيكون مهدرج حطين عليه هيدروجين بيكون ضرره أكثر من فائزه عشان ما يقدر ما بيحكوا زيته الزيتون أحسن لأنه عارفين إن عصروا قدامنا لا بالنسبة للدهون الحيوانية هي مش كتير سيئة بس الكمية الكبيرة منها ممكن تسبب مشاكل صحية بس بحكينا النظام الغذائي بس بحكينا إنه النظام الغذائي الديت بيكون غني إذا كان غني rich insaturated fat في الدهون المشبعة هذا يساهم contribute معناه يساهم to cardiovascular diseases لأبراد القلب والأوعية الدموية والشرايين throw the black eodiposite لأنه بتركز بتكوم وبترسب في الأوعية في مصطلحته على دائرة اسمه hydrogenation الهدرجة بالعربي وهذا بهمنا لأنه منحكي عن الليبت شو يعني هدرجة الدهون بحكينا هي عبارة عن process converting unsaturated fat to saturated إنه العملية اللي منحول فيها الدهون الغير مشبعة إلى دهون مشبعة طب ليش مهيم الغير مشبعة أحسن زي هذا مثلا زيت الزيتون فيه بيكون unsaturated بيضخوا عليه هيدروجين بيكثر الرابطة هاي وبتحول له هيك بتروح الرابطة double bond وبالتالي بيصير solid صلب على درجة حرارة الغرفة طب ليش بيعملوا هيك شو الفائدة اللا بالنسبة للمصانح هي قضية ربح مصاري أكثر أي أحسن يبيعوا ألنة زيت الألنة اللي كبير بأربع دنانيير أو خمس دنانيير ولا يعملوا منه زبدة الواح ويبيعوا الواحد بليرتين وليرتين ونص الزبدة فبتصيروا يعملوا إيش الزيت بدل ما يبيعوا زيت أو كمنتج آخر من الشركة ومن المصنع بيضخوا فيه هيدروجين عشان يصير صلب على بيصير saturated وبصير صلب على درجة حرارة الغرفة وبجيب لهم مرابح أكثر فهي المعنى هيدروجينيشن باي ادن هيدروجين طبعا بحكينا الهيدروجينيشن أو الزبدة نقرأ عليها إنها غير مهدرجة كلمة مهدرجة إشي خطير هلأ بحكينا كمان ممكن يصير هدرجة بالزيت النباتي بس هاي اللي بتصير بعد الألي يعني لما نقلي مرة مرتين خلاص المرة الثالثة لازم ما نقلي أو نستخدم نفس الزيت لأنه كمان يبصير له هدرجة هدرجة بمعنى آخر أو ترانس بيصير ترانس أويل بتحول كيف يعني بتحول إنه الدبل بوند مكانها مختلف بيظله انساتشوريتد بيظله غير مشبه بيظله سائل بيظله زيت ما بيصير زبدة ولكن الدبل بوند بتكون مثلا بين أول كربونتين بتصير بين الثانية والثالثة أو بين الثالثة والرابعة بتغير مكانها هيك الزيت بيسميه دهون متحولة وكمان هاي الدهون خطيرة وأخطر بكثير من المهدرجة على الصحة وعلى جسم الإنسان طب ليش خطيرة؟ لأنه الجسم ما رح يعرف يتعامل معها الخلية ما رح تتعامل معها ولا رح تقدر تستفيد منها بشكل جيد وتكسرها وتهضمها جيدا حتى تاخد منها طاقة فبتصير زي العبئ على الخلية بيحكينا الترانس فات هاي الترانس فات ومعنى بعيد معنى ترانس فات دهون متحولة شو يعني دهون متحولة؟ إنها ما صار لها هدرجة ولكن ما صارت فقط تغير مكان الدبل بوند من مكان إلى آخر بيحكينا هاي الترانس فات تساهم أكثر من الهدرجة والمشتبعة كارديوماسكيلر بيحكينا أكثر من الأساس تمام بمعنى بنحكي عن الفاتي أسد حكينا فيه ساتيوريتد وفيه انساتيوريتد هاي أول فرق بين الفاتي أسد أو نوعين بين الفاتي أسد كمان بيحكينا فيه فاتي أسد تصنع فيه جسم الإنسان وفيه فاتي أسد لو يوحد الإنسان مليون سنة ما قدر جسمه يصنعها فإذا ما قدر يصنعها فهو بحاجة إلها في الغذاء مهم جداً إنه يأكلها زي الأوميغا 6 وأوميغا 3 وإذا صار عند الإنسان نقص فيها بتصير عنده مشاكل صحية مشاكل بالنفسية لأنها بتأثر على تصنيع بعض الهرمونات في الجسم خلاصي ممكن بالجلب بالشعر في الأضافر فهاي الفاتي أسد اللي ما اللي ما منقدر يصنع هالجسم منسمينها إستنشيال إستنشيال فاتي أسد دهون أو ما سميها أحماض دهنية أساسية وين في الغذاء إستنشيال يعني أساسي إنك تأكلها لأنه لو لو ما أكلتها وصار عندك نقص فيها رح ما رح جسمك يعملها لحال ولا يصنعها فبيحكي لنا certain unsaturated فاتي أسد are not synthesized in human body لا يمكن تصنيعها ولا تصنع في جسم الإنسان these must be supplied in the diet لازم تكون في الغذاء these essential fatty acids include أوميغا 3 من الأمثل عليها أوميغا 3 fatty acids require for normal growth مهم جدا للأطفال للنمو طبيعي خصوصا أنتم تعرف الدهون مش بس إنه بالجلد وفي الأعضاء وجزء كبير من الدهون خصوصا الأوميغا أوميغا 3 و 6 و 9 هدول من مكونات الدماء إذا كان الطفل لما يكون جنين أو طفل في عمر النمو عنده نقص بهدول الفاتي أسد بيكون عنده مشكلة في النمو الطبيعي ومشكلة كمان في الاستيعاب في الدماغ في عمل الدماغ وهي required for normal growth لنمو الطبيعي and provide protection against cardiovascular diseases تعطي حماية ضد الأمراض الأوعية الدموية في الشرين هيك خلصنا الستركتر للفات major function للفات energy storage تخزين الطاقة لما احنا حكينا إنه الكربوهايدرات المعقد البوليساكراد كمان هي بتخزن الطاقة كمان هاي بتخزن طب مين الجسم إذا احتاج رح ياخد من مين رح ياخد من الفات ولا رح ياخد من الكربوهايدرات على الجسم أول ما ينقص معدل الطاقة في الجسم وتقل نسبة يصير بده يعمل حرق وما في طاقة أول اتجاه بروح الكربوهايدرات لأنه سهل إنه ناخدها الكربوهايدرات حكينا بتكون مخزنة بالليفر وبالمسل بالفات بتكون مخزنة بالنسيج الدهني تحت الجلد هلأ إذا خلصت الطاقة أو ما في طاقة كافية بالليفر والمسل من الكربوهايدرات بروح الجسم على على النسيج الدهني وبيحلله وبياخد منه طاقة فهي زي الخيار الثاني أو المستودع الثاني اللي بخبيه للعازد بيكون من الطاقة فالسطوريج أو انيرجي سطوريج وضيفة الفات هلأ مثل واحد ممكن يستعملها يعني تعرفوا لما الواحد يعمل رجيم ما بينحفظ بسرعة ليش؟ أول إشي لازم يقفف نسبة السكر بدمه وبعدين يخفف نسبة السكر المخزنة والكربوهايدرات المخزنة بالليفر وبالمسل بعدين لما تروح مع الجوع بتطر الجسم ياخد من الدهون اللي بخبيه فيه النسيج الدهني ويحرق منها ويستخدمها كمصدر للطاقة على فترات طويلة على وقت طويل بيبين عليه أنه بلش ينحف ليه؟ لأنه عم ينحرق النسيج الدهني عنده ويستخدم كمصدر للطاقة بيحكينا الانسان والفقريات الثديات الأخرى بتخزن هذا الدهن بالأديبوس سل بالخلايا الدهنية أديبوس سل خلايا دهنية طبعا الأديبوس سل سل مع سل مع سل تعملي أديبوس تيشو نسيج دهني هذا مهم جدا الأديبوس تيشو بيعمل لنا كوشن فور فيتال أورغان حماية للأعضاء الداخلية زي زي الوسادة ممتصل الصدمات ما بيخلي أن الصدمة كتير تكون مؤذية ويعزل الجسم من الداخل عنه من الخارج بيعمل عزل لدرجة الحرارة الداخلية للجسد فهاي فوائد الفات انرجي ستوريج واحد اثنين بتكونلي الأديبوس تيشو اللي وظيفة الأديبوس تيشو كوشن فور فيتال أورغان دعامة للوسادة وحماية للأعضاء الداخلية وإنسوليز دفع دي محاضرة الجاي إن شاء الله منكمل بالنوع الثاني به الفسفوليبد و بحكي عنهم والاستيرويد الخلي نخلصهم هلأ لأنه كنت حكيت لكم قبل عن الفسفوليبد بحكي إن الفسفوليبد مش كتار يعني لو كتار ما بطول عليكم بس كلهم خمس سلايدات الفسفوليبد هو النوع الثاني من الفات من اللبت النوع الثاني من اللبت أول نوع من اللبت الفات وحكينا عنه عن كل النوعة الفسفوليبد عبارة مرت معنا بشابتر الووتر إذا بتذكروا هي عبارة عن تفاتي أسد تنتين من الفاتي أسد عاملات للثيل وفي فسفاتي جروب مع الجليسرولة مع الجليسرولة هيهم هي كلين وفوسفيت الأحمر و الجليسرول هدول كلهم مع بعض عاملين للراس تمام وهدول التيل الذيل اللي هم فاتي أسد هي الهيد وهي التيل الهيد حكينا عنه إنه هايدروفالك محب للماء والتيل لأنه فاتي أسد عبارة عن أحماض دهنية هايدروفوبك يكره الماء ليش يكره الماء لأنه أحماض دهنية كربون وهيدروجين شايفين هون مكان double bond هلا الهيد لأنه فيه فوسفات مجموعة فوسفيت وفيها شحن سال اللي بخلص تخلط الهيد محب للماء هايدروفالك طبعا الستركشور هاد مش مطلوب منكم بس إنكم تعرفوا كيف شكله هيد وتيل وفقط بحكينا الفوسفو اللي بد عنده توفاتي أسد عن فوسفيت جروب مع الجليسرول والكولين اللي معها عملت لي هايدروفالك هايدروفالك هاد بحكينا إذا حطينا دوبنا مجموعة كبيرة من الفوسفو وليبد في الماء أو غمرناها في وعاء من الماء راح تصير لها سيلف السيمبل بترتب حالها لحالها سيلف السيمبل يعني ترتيب ذاتي كيف بترتب حالها بتخلي الراس اللي بيحب الماء لبرة وبتخبي التيل لجوة لجوة بتعمل تولير تفرجوا كيف بترتب حالها هيك في الماء ووتر ووتر وهادو لتولير وكأنها بتخبي التيل لبرة لجوة وبتطلع الراس لبرة لأنه الراس اللي بتفاعل مع الماء اللي بيحب الماء وما عنده مشكلة في الماء هاد الترتيب السيلف السيمبل للفوسفو الليبد نفسه منشوفه في جدران أو في الغشاء الخلوي غشية الخلائية كل خلية لها غشاء بيغلفها بيحيط فيها هذا الغشاء مكون من الفوسفو الليبد يعني كل خلية جواتها سائل وبره ممكن تكون معرضة للسوائل فكيف بتها تحمي حالها بهذا الستركتر بهذه الطريقة من تنظيم الفوسفو الليبد احكينا ارجعي إذا حطينا الفوسفو الليبد بالماء بيحيدو يرتبو حالهم بتصفطو لحالهم لحالهم زي كيف طابور المدرسة بيعملو طبقتين بتخبي الانتيرير للداخل الانتيرير للداخل الهايدروفو بالكتير والرأس بيكون لبرة باتجاه الماء هذا الستركتر من الفوسفو الليبد resultant bilayer arrangement found in cell membrane هذا الستركتر منشوفه بالبلازمة membrane شوفوه البلازمة membrane هو غيشاء الخلية المحيط في الخلية فوسفو الليبد are the major component of the cell membrane حينا انه الاساس في تكوين cell membrane ما في فوسفو الليبد ما في جدران واقعية واقعية الخلايا بس وهيك شكلها بتكون في حول الخلية تخيلوا الخلية زي الكرة والفوسفو الليبد يحيط فيها مغلف من جميع الاتجاهات نيجي للنوع الثالث من الليبد الليستيرويد او بالعرب اسموه استيرويدات الاستيرويد عبارة عن اربع حلقات مدمجة واحدة تنتين ثلاثة اربعة شايفينها ومعاها سلسلة من الكربون هاي هاي بتختلف من استيرويد لاستيرويد بس كل الاستيرويدات عند هدول الاربع حلقات المدمجة ايش يعني مدمجة يعني بيناتهم كربونات مشتركات يعني هذا الحيض لهاي وهاي وهذا لهاي فاستيرويد عبارة عن مميزة انها في سلسلة من الكربون فيها اربع حلقات مدمجة من اشهر الامثلة على استيرويدات واهمها الكوليسترول الكوليسترول عبارة عن استيرويد موجود بحكي ان الكوليسترول مهم جدا للكائنات الحية يدخل في تركيب الهرمونات في ارسام الكائنات الحية والانيميل سل مامبراين يدخل فيه تكوين السلم بالانيميل سل فقط الملاد ما بيكون فيها كوليسترول ومهم رح لما منحكي عن السلم مامبراين رح اذكركم فيه بحكينا بالرغم من انه الكوليسترول مهم جدا في ارسام الكائنات الحية إلا أنه زيادته ممكن تكون خطيرة وتسبب لي أمراض الأوعية الدموية والشرين بالرغم من أهميته في الأنيمل تركيز عالي منه بالدم تساهم في أوراض الأوعية الدموية والشرين هيك خلصنا بحمد الله الليبت من حضر الجاي إن شاء الله نحكي عن البروتين بروتين طويلة جداً فما رح نخلصها محاضرة ممكن محاضرتين نخلصيها يعطيكم العافية لليوم شوفكم إن شاء الله المحاضرة القادمة